إلى ذلك أعلن مدير الاستخبارات في لواء الصمود ناظم الجغيفي أن معركة استعادة مناطق غرب الأنبار انطلقت من أربع مخاور وقال الجغيفي أن المحور الأول انطلق من قضاء حديثة من قبل الفرقة السابعة والحجد العشائري فيما انطلق المحور الثاني من منطقة السجرة والزاوية من قبل الفرقة السابعة وأفواج شرطة المحافظة موضحاً المحورين الآخرين انطلق من ناحية البغداد من قبل عمليات الجزيرة والشرطة ومنطقة المخازن جنوب حديثة من قبل قوات الفرقة السابعة